لك على حاجة يعني المكان هنا ساحر وبديع إلى أبعد الحدود يعني أنا اللي نازل علي أن أنا عايز أقعد ساكت وأقعد أتفرج على البحر كده من بعيد فيه هنا لسان على إيدي للشمال وإضاءة وحاجات زي كده فجاي بقى إيه جزء من البحيرة وورا البحيرة فيه بقى إيه البحر المفتوح البحر الأبيض المتوسط وبعدين هنا قدامي هو البلاج الرملي رملة البيضة وحاجات زي كده دي بين النخل إلى آخره بس بقى إيه مع الهوى والرطوبة قليلة يعني الرطوبة مش عالية فأنت أتلاحظ حتى أن نحن لنا تصبب عرقا فالمكان فعلا ساحر يدعو إلى الصمت الكامل هرجعك على اللي أنت تفرجت عليه أنت تفرجت على المدينة التوراسية أو خليني أقولك أنت تفرجت على جانب من اللي بيحصل في المدينة التوراسية وأظنك بقى شفت الجامعة من جوة جامعة ملك الملك جميل وألوانه حلوة والخط السلوس كده منور فيه يعني بص اللي الواحد شافه النهاردة كتير مش بس المدينة التوراسية لا ده إحنا في حاجة أكتر رسة هنعرضها عليك زي ما كنت بقولك كده في أول حلقة اللي أنا عايز أقوله لك إيه المكان ده فعلا مش معمول علشان يبقى مجرد مصيف على الإطلاق المكان ده معمول علشان يبقى مدينة ليك وليا ولينا كلنا سيبك من إنه الإخوان أنا عارف هم عاملين زيطة وزنبليطة على السوشيال ميديا جزء منها يعني هي أغلبها متعلق بي بس جزء منها متعلق بمسألة العالمين الجديدة أول ما تلاقي خدها مني نصيحة أول ما تلاقي محمد ناصر خد بالك ومش عارف معتز وعمد بحيري وبعدين مؤخرا بقى فيه سميح الله يكسفك يا سميح أنت بتشتغل مع الإخوان طب ناصر ويقولنا ده تافه لكن أنت يا سميح والله الواحد مصدوم يلا مش مشكلة أول ما تلاقيه معمين الزيطة والزنبليطة تعرف على طول إن المكان ناجح تعرف إن المشروع صح وفي مكانه بالقوي مكان بالقوي وإنه واجع الإخوان حتى العمق وإنه بالتأكيد هيفضل نجاحه مستمر عارف لو ما علقوش عليه أقولك آه ما علقوش عليه ده كده فيها حاجة الموضوع فيه إنا أول ما تلاقي الموضوع هم سخنانين عليه اعرف إنه صح واعرف إنه ناجح واعرف إنه بالمظبوط واعرف إنه المصلحتك والله العظيم بالتجربة خليهم هم يتحرقوا وخليك أنت مواطن زكي أنا مش هقولك اعمل ولا ما تعملش دور على مصلحتك وأنا دايما نعود أقول كده إيه جرب أنت خسرا إيه هتجرب بفلوسك إطلاق خد الأسرة الكريمة المادام والأولاد الوالدة والوالد واطلع على هنا قضيلك يوم قضيلك يوم شوف واتفرج وغير جو وشم الهوى وبعدين بقى خد القرار يا عم يوسف أنا رجل على قد الحال اسأل على الأسعار بس بتاعة الإسكان الاجتماعي والله الأحوال الأفضل شوية اسأل على الإسكان المتوسط اسأل على فوق المتوسط اسأل على الفاخر اسأل على فاخر الفاخر بقى لو أنت رجل معدي يعني حلو لما تيجي هنا هتعرف أن ما فيش حاجة اتعاملت بالأبول لي كل حاجة معمولة بالزبط يعني على سبيل المثال أنا قاعد كده فيه فوشي برج لطيف ظريف متصل بمجموعة أبراج تانية ببرج أو بكبري كده يعني مش عافت ما يصحش نسمي المبنى الحلو الشياكة ده كبري يعني بس يعني هو متصل ببعضه من فوق كده حلو؟ طيب لما تيجي تاخد بالك من التصميم بتاع المبنى الزاوية بتاعة زاوية الإنشاء نفسها المبنى يشوف البحر من كل مكان يعني استحالة حد في المبنى ده المبنى ده قتال بالمناسبة استحالة حد مثلا هيجي يحجز أوضة في المبنى ده ما يشوفش البحر لا في البرج الأول ولا التاني ولا التالت أظن هم مربعة لأننا شايف بزاوية معينة ولا أوضة ما تشوفش البحر ده على سبيل المثال طيب معمول حساب برضو حاجة لطيفة جدا عارف انت العمرات كده يقولك معمولة صفوف صفوف لا هي مش معمولة صفوف العمرات اللي موجودة هنا بتلاقيها معمولة ازاي بالذات القريبة من البحر معمولة ايه وحدة وحدة يعني ادي مثلا الصف الأول ارجع على الصف التاني هي مش جاية وراها بالزبط لا هي واخداء زاوية بحيث انه الهوى البحري الحلو اللي داخل علينا ده يخش على كل العمرات يلف في وسط العمرات فتبقى حالة تهوية طبعية طول الوقت طيب العمرات كلها معمول فيها حساب انه يبقى فيها اضاءة طبيعية طول الوقت طول ما النهار طالع وفي نفس الوقت طريقة البنى تخلي فيه عزل حراري فاستهلاك حضرتك للكهرباء علشان التكييف يبقى قليل طيب هل ده معمول بس في العمرات اللي هنا اللي هي على الوش زي ما بتقال ابراج او الاسكان الفاخر والحي اللاتيني وما الى ذلك لا كل العمرات كده وكل العمرات تواجه البحر يعني كل العمرات مبنية بحري حتى اللي على جنوب الطريق مبنية بحري كل حتة فيها مناطق خضرة كل حتة فيها مكان عشان تستمتع فيه انت وعيالك ومن غير فلوس يعني حتى في وسط العمرات حتى وانت في الحية والمدينة التراثية حتى في المكان اللي انا قاعد فيه حتى في الداونتاون وهتشوف ده بالمناسبة يعني هتيجي تقول لها عام يوسف انت بتتكلم هقولك يا سيدي تاني رب صورة تغني عن الف كلمة اشتركوا في القناة